رأى القيادي المبعد من الاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنقي قصف مطار السليمانية وحادث سقوط المروحيتين هما نتيجة طريقة السياسة المتبعة حاليا في السليمانية من قبل باثل طالباني ودعا جنقي في بيان دول الجوار إلى حل مشاكلها من خلال الحوار والقنوات الرسمية والأحزاب السياسية في إقليم كردستان إلى التحلي بالصبر لحين ظهور نتائج التحقيق رافضا أن يدفع الشعب الكردي ثمن أخطاء وعناد السياسيين وسوء استخدام السلطة والتصرفات غير العقلانية وأن يثار بشعارات وطنية كردية مزيفة وأضاف أن الخلافات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وصلت إلى مستوى الانقسام